إذا كانت تحب تاخذ من أمريكا شنوه تحب؟ فهيكفي أنك تعترف بإسرائيل تحب تشري F35 تعترف بإسرائيل تحب توسيع السيادة على أرض فيها خلاف تعترف بإسرائيل كأن أمريكا ولا تتمارس من نوع لا تحبش مبالغة كأنه مرتزقة دبلوماسية فالحقيقة هذا يطرع أكثر من سؤال على مستقبل السياسة الخارجية الأمريكية بعد بايدن ماذا سيغير بايدن؟ أنا نصور أنه بش غير الشكل ومش بش غير المضمون تحيخة أنا كنت جدت مستشار لدى رئيس الجمهورية نكون في حالة حرج أن يناصحه لأنه رئيس الجمهورية قيسعيد نصعد الخطاب كثيرا في حملته الانتخابية والآن سيجد نفسه فيه أعتبر التطبيع خيان عظم وأعتبر أن التطبيع هي كلمة دخيلة وهي أطروحته الحقيقة هي كلمة دخيلة ولكن مش مشكلة معنا هي الكلمات الدخيلة اللي أنا نعاود نقول تعبر عن مضمون نعا أي بالضبط أنا نقول لك أن نرى التطبيع مش هو الأسوأ الأسوأ هو أنك تطبع مع اليمين المتطرف الإسرائيلي وخاصة تطبع مع الاحتلال الإسرائيلي لأراضي 67 اللي هي إذا كانت تلتزم بالقانون الدولي هي إسرائيل دولة الاحتلال يعني بمنطوق القرارات الأممية بالتالي نحن العرب الآن نعاود نقول رهم وش يطبعوا مع إسرائيل رهم يطبعوا مع الأطرف الأشنع في إسرائيل وهذا الأخطر وهذا الأخطر يعني لو كان تطبعنا لا يعني أنه تطبيع أقل خطورة لا أقل خطورة الحقيقة لأنه لأنه نعاود نقول لك أنه الطرف اليساري المعتدل كان مستعد ناخد مثلا تجربة إسحاق رابين وحتى يهود بارات رغم المشاكل الكبيرة ولكن كان ثم استعداد لتقديم بعض التنازلات للقضية الفلسطينية الطرف اليمين يشيقول يقول نطبع مع الدول العربية ونقضي على القضية الفلسطينية خلينا نقوله أنه حين تكون ضعيفا وحين لا تعد وسائل القوة وحين لا تعد وسائل الاستقلالية الاقتصادية حد الأدنى من الاستقلالية هي الاستقلالية الاقتصادية ولهنا نحكي على تونس تحديدا أنت رأوا تنجم تطلع المال الصادق قد ما تحب سامحوني في العبارة تنجم تطلع الخطاب قد ما تحب تنجم تهيج الجامعية قد ما تحب ولكن في نهاية المطاف المسألة ليس مسألة إرادة نحنا في تونس عنا إشكال أنه نعتقد اللي بالإرادة تنجم تحل كل مشكلة ليه لا بالوسائل تنجم تحل والحد الأدنى ما هوش متوفر وأنا أظن أنه تونس أكيد ما عنديش معلوماته لكن أنا متأكد أنه تونس تتعرض إلى ضغوطات كبيرة بشكل في نفس الاتجاه والبارحة تصريح أحد النواب الفرنسيين من الحزب لوديي وهو يمثل الفرنسيين في الخارج وهو من إسرائيل اسمه مير حبيب يقول صراحة أنه قريب من إيمانويل مكرون ويدعو إيمانويل مكرون بشكل صريح لممارسة الضغط على حلفائه في المنطقة وذكر بالاسم تونس والجزائي ولكن خاصة تونس لأنه يعتبرها أضعف يعني فطلب من إيمانويل مكرون أنه يضغط ويستغل الفرصة هذه بشكل تونس تتجه نحو نفس الوش ربما الدول التي لن تطبعها ستجد نفسها معزولة دوليا وماليا وخاصة إذا كان عندها ارتباطات مالية بالأوساط الخارجية مثلا نقول لك صندوق النقد الدولي أنا ديما نحب نركز شوي على تونس لأنه تونس كنموذج ديمقراطي هو ربما اللي نجم نعتبروه البروماتر متع مستقبل العالم العربي رغم أنه تونس على الهامش ولكن في المسائل الدولية الكبرى نحكي ولكن تونس باعتبارها نموذج ديمقراطي وباعتبار أنه العرب الكل يطبحوا للديمقراطية تم إشكال لأنه حين تنتمي للنادي الديمقراطي النادي الديمقراطي يشرط مساعدته لك بمقابل الخطاب التونسي أنا يحيلي أنه ولكن هنا سمحني في المثال قد يبدو تافه لكني أنا نعتبر يعبر على الواقع التونسي نحبه في تونس أن نكون في نفس الوقت كما كوريا الجنوبية وكما كوريا الشمالي نحبه نكون دولة ديمقراطية منفتحة أليفة استهلاكية تنتج في التكنولوجيا والذكاء ونحبه نكون دولة تحارب الاستكبار والاستعمار والاحتلال وفي نفس الوقت ما نحبه نخدمه كما يخدمه الكوريين الجنوبيين وما نحبه ندفعه تكلفة النضال ومكافحة الاستكبار الدوليين كما يدفعه فيه الكوريين الشماليين يعني نحبه أربع حواج متنقضي يسر يسر يزمنا نعرفه روحنا زيادة شنو نحبه وانا نتصور أنه حوال أنه نقاش عام ما بين المثقفين مش ما بين ناس سياسيين يوضح النقاط هذه يوضح شنو ممكن وشنو مش ممكن وشنو دورنا في هالسياق قتلك رأينا أصبحنا العاصفة تقترب من تونس نحن تعودنا على استقرار نحن ما كناش العنصر الأساسي فيه الاستقرار اللي نعمت به تونس منذ فترة الاستعمار منذ نهاية فترة الاستعمار راهو كان مضمون دوليا كان مضمون دوليا فنحن الآن الضمان هذا يقعد يرفع تدريجيا وهو ما يعني أنه تونس تقترب وعلى أقل العاصفة ولا العصار عين الأعصار تقترب من تونس والمشكلة أنه السياسيين في تونس وصناع الرأي فيه غفلة تامة على أقل نفهمه ترجمة نانسي قنقر